السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو سنتحدث عن 5 هرمونات مسؤولة عن تنظيم السكر كنا نعرف أن السكر مادة مهمة في جسم الإنسان إذا قلت نسبة السكر في نسبة الطاقة بالجسم تقل له هذا شيء خطير وأيضا إذا زادت نسبة السكر فعلى المدى البعيد سيؤدي هذا إلى مضاعفات خطيرة وأيضا نعرف أن نسبة السكر في الدم للإنسان الصائم تقريبا من 70 أو 65 إلى 126 ميلي جرام فهذه النسبة الطبيعية اللي يازم تكون موجودة فهناك 5 هرمونات هذه الهرمونات تنظم عمل السكر رح تشوفون بالجانب هذا أدنى هرمون وحيد اللي هو الإنسولين وبالجانب هذا أدنى أربع هرمونات كورتيزول أدرينالين غلوكاغون هرمون النمولي هو القروث هرمون بهذا الجانب أدنى الإنسولين وهو الهرمون الوحيد اللي يخفض نسبة السكر فعندنا هرمون وحيد بهذا الجانب يخفض نسبة السكر وعندنا أربعة هرمونات تزيد نسبة السكر هذه أول معلومة لازم نعرفها فمثل ما شايفيني الهرمون الإنسولين هو هرمون وحيد لذلك هرمون جدا مهم يقوم بتضاد أربعة هرمونات على الجانب الآخر اللي ترفع السكر طبعا نقدر نضيف أيضا الأكل الأكل أيضا رح يرفع السكر بس الأكل مو هرمون نتكلم عن هرمونات الآن فالإنسولين مواجهة عوامل كثيرة ترفع السكر مثل ما شايفين كتبت لكم الكورتزول والأدرينالين بنون أسود دلال على أن الأدرينالين والكورتزول هرمونات تزداد في حالة السترس في حالة السترس طبعا نعنا نقصد بالسترس يأما السترس الجسمي يعني شخص مثلا صارت الحادث وصار عملية عنده أو التهاب أو نقصد بالسترس اللي هو القلق وما شابه ذلك فالكورتزول والأدرينالين يزدادون ويزيدون نسبة السكر كتأثير للسترس الكورتزول ينفرز من يا غدة من الغدة الفوق الكلة اللي نسميها الأدريناليقلاند أو الغدة الكاظرية والأدرينالين ينفرز بشكل أساسي من الأدريناليقلاند من المدولة أيضا من الغدة الكاظرية بس هذه من القشرة وهذه من لب الغدة دلقيلة المدولة الغلوكوجون ينفرز من البنكرياس هو الغلوكوجون ايضا من البنكرياس ايضا من البنكرياس ايا و esta انسولون ايضاstell من البنكرياس يشبك المناقOK العزية 01-31-31 LLD GROUTH ينفرز من الغدا النقامية و ايضا الى وظيفة مهمة و رفع السكر فمثل ما شايفين الملخص حتنرجى نتكلم عن شوية تفاصيل عن هذه الهرمونات الانسولين يخفض نسبة للسكر بالدم هذه الهرمونات تزيد نسبة للسكر بالدم خليه أقول لكم معلومة مهمة من هذه الأربع هرمونات هؤلاء الأربعة ضد الواحد أكثر واحد من هذه الأربعة مثل ما نقول باللغة العامية ما يحب الانسولين وعادي الانسولين مضاد للانسولين هو الكورتيزول هذا الكورتزول يعني ما يحب الإنسولين يسوي إنسولين رزيستنز يخلي الإنسولين ما يشتغل مو بس يزيد السكر وإنما يخلي الإنسولين ما يشتغل الكورتزول والأدرينالين هم مثل ما قلنا هرمونات استرس الأدرينالين تأثيره عموما أقل يعني الأدرينالين عدة ساعات ممكن يكون تأثيره ويخلص أما الكورتزول لا تأثيره يطول لأيام بسبب الصيغة الكيميائية لهذه الهرمونين الغلوكوغون ينفرز في حالات المجاعة الشديدة الغلوكوغون في حالة المجاعة الشديدة في انخفاض نسبة السكر بالصيام الطويل الغلوكوغون ينفرز ويزيب نسبة السكر هرمون النمو عند الإنسان الطبيعي يعني فيسيولوجيا ما لذاك التأثير المباشر في رفع نسبة السكر ولكن الرياضيين اللي يأخذون كميات كبيرة من هرمون النمو بعض الأوران في الغدن المخامية اللي يتفرز هرمون النمو بكميات كبيرة ممكن تأثر وتسيد نسبة السكر بشكل كبير طبعا ذو الهرمونات الأربع يختلفون في طريقة زيادتهم للسكر مثلا هرمون النمو يخلي الكبد ما يأخذ السكر فالسكر يرتفع بالدم يقلل الكورتيزول الأدرينالين وحتى الكلوكوغون بشكل أساسي يقومون بعملية تصنيع سكر جديد من الكبد يحفزون الكبد يقولون يا كبد زيادنا السكر عن طريق عملية اسمها جلوكو نيوجينيسز أيضا الأدرينالين يكسر السكر يساعد على تكسير السكر وبذلك جلوكو لايسز أو جلوكو جينو لايسز وهذه الأمور كلها مخزون السكر أيضا يتكسر عن طريق الأدرينالين فيزداد السكر فإذا أربعة هرمونات طبعا كل واحدة من هالهرمونات لها أمراض قلنا السترسي زي هذه الهرمونات بس هناك أمراض أيضا زي هذه الهرمونات أمثل عليها الكورتيزول زياد تسوي مرض اسمه كوشنج وبذلك أيضا الكلوكوز رح يزداد الأدرينالين إذا ازداد لدينا مرض نسميه فيو كروموسايتوما الكلوكوغون لدينا مرض نادر جدا اسمه كلوكوغونوما هرمون النمو أيضا يعني يوجد مرض اسمه الأكروميقالي زيادة بهرمون النمو طبعا هنا أنا واحد ممكن يعني شخص من عامة الناس ما إلا يعني دخل بمجال الطبي يقول طيب أنا هس إذا عندي سكر زايد لازم أحلل هاي الأربعة الجواب أكيد لا حسب الأعراض إحنا كبطب يعني نشكب واحد من هاي الهرمونات ونفحصها إذا ما شفنا أنه السبب هو هنا أحيانا السبب لا الإنسولين ما يقوم بوظيفته مثل حالة مرض السكري نوع الأول ونوع الثاني دايبيتس ميليتس تايب 1 تايب 2 المشكلة بالإنسولين هذول طبيعيين ولكن الإنسولين بالحالة الطبيعية ما يقوم بوظيفته وبذلك السكر يظل مرتفع فموضوع ارتفاع السكر أيضا لازم نفكر يعني أغلب الأحيان بالإنسولين خاصة مرض السكري وأيضا هذه العوامل مهمة في رفع نسبة السكر وآخر ملاحظة نتكلم بهذا الفيديو عنها السكر لمن يرتفع لكميات عالية هذا السكر ممكن يأثر طبعا نتكلم بشكل أساسي عن سكر اللي بتدم مو في شكل عام بالجسم بالدم السكر من يرتفع بجسم الإنسان ممكن على المدى الطويل كما في مرض السكر أيها الحالات يسبب مضاعفات منها مضاعفات يخدش جدران الشراين يزيد الجلطات يأثر على العصاب أيضا يأثر على العين الشراين الصغيرة يأثر فالسكر نسبة العالية مو واحد يقول والله عندي سكر كثير معناها عندي طاقة أكثر لا السكر بكميات عالية جدا أكثر من حاجة الجسم يأدي إلى مضاعفات فملأخص هذا الفيديو الإنسولين يخفض السكر هرمون وحيد وعدنا أربع هرمونات كورتيزول أدرينالين غلوكوغون غروث هرمون يزيدون السكر ولكن كل واحد مثل ما شرحت لكم إلى حالة معينة مو أربعاتهم ينفرزون مرة وحدة أتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو لأندي سؤال يكتبوا بالتعليقات وشوفكم فيديو آخر مع السلامة